بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والهساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمنا أو طائره فيه نقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إضرع كتابك كفى بنفسك اليوم عليك هزيبا من اعتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تذر واذرة وذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نفلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فهق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أحلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بظنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله الأظيم